طبعاً بطبيعة الحال مفيش قضية العالم كله مهتم بيها النهاردة بقدر الاهتمام اللي موجود بما يحدث فيه أوكرانيا بعد التحركات الروسية الأخيرة هحكي لحضراتكم الحقيقة القصة كلها بمجموعة من الخرائط عشان نفهم إيه اللي حصل وطبعاً هنتكلم عن الأبعاد والتداعيات الاقتصادية وبطبيعة الحال النهاردة لأنه ده حدث جلل العالم كله كان ولا يزال مهتم بيه وسائل الإعلام كلها الحقيقة الأجنبية الغربية في أوروبا في أمريكا في روسيا في أسيا كلها في الوطن العربي في أفريقيا الجميع يتحدث عن ويتابع باللحظة ما يحدث والتطورات لحظة بلحظة للأوضاع في أوكرانيا والجميع يحاول أن يحلل ويفهم ما هي الخطوات التالية المتوقعة ما هي ردود الفعل المتوقعة ما هي ردود الفعل المعلنة من الدول الغربية لكن بطبيعة الحال الموقف شديد الحساسية ولذلك في أغلب أن يكون كل الأحيان حينما يحدث تدخل عسكري من بلد لبلد أخرى تجد مواقف واضحة من كل العالم من كل بلاد العالم اللي بيدين واللي بيساند واللي بيدعم وما إلى ذلك إنما النهاردة هتلاقوا أنه في مساحة من الوقت لكي تظهر بعض ردود الفعل ولكن بطبيعة الحال 97% من ردود الفعل التي أعلنت لها علاقة بأطراف القضية بأطراف الأزمة في أوكرانيا المواقف الروسية من جهة ومواقف الدول الغربية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات أيضا المعنية زي مثلا النيتو الاتحاد الأوروبي المفاوضية الأوروبية البنك الدولي صندوق النقد بيكلموا على الشق الاقتصادي لكن الحقيقة أنه عشان تقدر تفهم أو نفهم كلنا القصة بوضوح كان الموضوع بيتطلب أنه على مدار اليوم نجتهد في متابعة كل وسائل الإعلام الغربية ليه؟ لأن هناك تباين في المصطلحات حتى المستخدمة يعني روسيا على سبيل المثال وكذلك وسائل الإعلام الروسية تصف التحرك الذي بدأ فجر اليوم بأنه هذه هي عملية عسكرية شاملة ده التوصيف الروسي إنما تجد وسائل الغرب وسائل الإعلام الغربية في أمريكا وفي أوروبا كلهم بيصفوا ما حدث اليوم بالغزو هذا التباين في التوصيف من الدول نجد أيضاً في نجد تباين في التوصيف في وسائل الإعلام كل وفقاً لما يتبع وسائل الإعلام الأمريكية بتتبع طبعاً الرواية الأمريكية والتوصيفات الأمريكية وسائل الإعلام الأوروبية كذلك تتبع نفس الاتجاه وسائل الإعلام الروسية تحاول أن تضع التوصفات التي تتوافق مع الخطة التي تنفذها أو قمل بتنفذها وتستمر في تنفذها روسيا على مدار اليوم الحكاية بدأت من الساعة 6 إلى 5 فجر اليوم ده بتوقيت موسكو أي تقريبا في حدود الساعة 5 إلى 5 بتوقيت مصر هنحكي تسلسل الأحداث منذ الصباح وحتى هذه اللحظة لكن خلينا أقف مع حضراتكم مع آخر المشتجدات طبعا فيه مؤتمرات صحفية نتكلم عليها ما بين مؤتمر الصحفي الرئيس الأمريكي جو بايدن وقابليها كلمة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في مجلس العموم البريطاني لكن إيه آخر المشتجدات؟ آخر المشتجدات بتدي لمحة على إنه لأنه الأحداث منذ الصباح بتقول إنه باب الدبلوماسية تأفل والآن اللغة هي لغة القوة ما بين التحركات الروسية من جهة والعقوبات الغربية من جهة إنما على ما يبدو إنه لسه باب الدبلوماسية في مساحة ولو ضيقة لأن منذ قليل أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصال هاتفي بالرئيس الروسي بلاديمير بوتين ما كتب حتى الآن في وسائل الإعلام حول هذا الاتصال لا يتعدى فقط إنه جرى هذا الاتصال وخلاله بوتين شرح بالتفصيل الموقف وما حدث وما يحدث وشرح بشكل مفصل أسباب وظروف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبطبيعة الحال إنه ده الشغل الشاغل للعالم كله حدث جلال وتأثيراته وتحليل تأثيراته برضو مهمة جدا طبعا من الناحية الاقتصادية بشكل كبير لأنه كنا بنقول لحضراتكم على مدار الأيام الماضية والأسابيع الماضية حينما كنا نتحدث حول الأزمة الأوكرانية إنه هذه الأزمة إذا حصل حدث تحرك عسكري العالم كله هيدفع التمن تحديدا على المشتوى الاقتصادي بالطبع بطبيعة الحال على المشتوى العسكري والديبلوماسي والسياسي